اشتاحت فيضانات مناطق واسعة في جنوب وغرب إسبانيا وغمرت المياه الطرق والشوارع والمنازل وجرفت سيول عنيفة المركبات وتسببت بتعطيل حركة القطارات كما دمر البرد محاصيلاً زراعية متسبباً بحسب إحصاءات أولية بخسائر تقدر بثمانية ملايين يورو وتسبب هطول الأمطار الغزيرة بحدوث الفيضانات في جزر بالياريس وفالانسيا والأندلس ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا في هذه الأوقات يستمر تدفق الحمم البركانية في عدة جزر إسبانية وأسفرت الحمم حتى الآن عن تدمير ما يقرب من أربعمائة منزل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية كما أجبرت الألاف من السكان على إخلاء منازلهم في جزيرة لابالما الإسبانية سنرى إذا سمحوا لنا بالمرور نريد جمع بعض الحاجيات والوثائق فحياتنا كلها معلقة بهذا المنزل لكن لا يمكننا جمع ثلاثين عاماً في خمس دقائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر